وفعت شخصين آخرين في النمسا السفلة بالفائضانات والإجمالية خمسة أشخاص انهيار 21 سدا في النمسا السفلة والسلطات تبدأ بالإصلاح شركة النقل في فينا تبدأ بإزالة حواجز المياه وإصلاح المترو يافع نمساوي يعترف بقتل شقيقه باستخدام فأس بسبب خلافات السجن المؤبد للجزائري طعن شخص في قلبه بسبب 30 يورو وإيران تفرج عن نمساوي مدان قبل انتهاء مدد محكوميته مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أصفرت الفائضانات في يولاية النمسا السفلة عن وفاة شخصين آخرين حيث عثر على جثة امرأة تبلغ من العمر 81 عاما في منزلها الغارق في فيوملا وأخرى كانت تطفو في كلوستن نوايبوغ لرجل في الخمسين من عمره وأفادت الشرطة بأن الضحية الخامسة تم اكتشافها صباح الثلاثاء من كبل فرق الطوارئ وفي وقت سابق توفي رجل اطفاء أثناء أداء واجبه في منطقة تون كما لقيا رجلان مصرحما أحدما في بوهام كيركن والآخر في زيرندوف بالإضافة إلى ذلك تم العثور على جثة مجهولة الهوية لرجل في مياه شاطئ كلوستن نوايبوغ فيما تواصل الشرطة البحث عن ضحايا مفقودين آخرين أكدت حكمة ولاية النمسا السفلة يوهانا ميكيل ليتنا أن الأوضاع في الولاية ما زالت خطيرة رغم تراجع منسوب المياه مع استمرار المخاوف من انهيرات أرضية وسدود وأشهدت الولاية فاضنات مدمرة تسببت في إجلاء ألاف السكان وتدمير البنية التحتية حيث شارك حوالي 33 ألف شخص في جهود الانقاذ وتم إجلاء أكثر من 2200 شخص فيما بقيا 765 في الملاجئ وتم تسجيل 21 حالة نهيار سدود مع بقاء 26 منطقة معزولة وأشهدت الحاكمة بالجهود المبذولة مشيرة إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق أسابيع أو شهورا مع استمرار تحديات كبيرة في المستقبل شهدت فينا تراجعا كبيرا في منسوب المياه بعد الفدنات الأخيرة وبدأت فرق الانقاذ بعمليات تنظيف وإصلاح الأضرار وأعلنت شركة النقل العام في المدينة عن بدء إزالة حواجز المياه وأكاس الرمل وتحسنت الأوضاع في نهر الدنوب الذي استقر منسوبه عند 6.5 متر ورغم ذلك لا تزال الحضائق والغابات مغلقة لفحص الأمان بعد تشبع الطربة بالماء والسقوط الأشجار ومن ناحية أخرى بدأت بعض خطوط المترو في استئناف عملها تدريجيا حيث أعلنت الشركة عن عودة كافة الخطوط يوم الأربعاء ولذلك توجهت فرق الانقاذ لمساعدة المناطق المتضررة في ولاية النمسا السفلة وقد انضم عدد من الشباب السوريين لفرق الانقاذ بعد نداء للتطوع أقر يافع نمساوي يبلغ من العمر 14 عاما بقتل شقيقه الأكبر في جريمة صادمة هزت بلدة كينت بيعك في شتايا معك يوم الاثنين حيث عثر على جثة الضحية البالغ من عمر 36 عاما داخل منزله متأثرا بجروح قاتلة وتم اكتشاف الجثة في الساعة الثانية بعد الظهر وقامت الشرطة بالقبض على الشاب الذي عثر عليه بقرب من مكان الحادث وبحوزاته فأس مزخرفة يشبه اشتبه بأنها أداة الجريمة وخلال التحقيق اعترف الشاب بالجريمة مشيرا إلى خلافات سابقة مع شقيقه فيما تستمر التحقيقات للكشف والتأكد من كافة ملابسات الجريمة أدانت محكمة تأفين جزائرية يبلغ من عمر 32 عاما بتهمة القاتل العمد وحكمت عليه بالسجن 20 عاما في جريمة وقعت في ديسمبر 2023 وطعن المتهم رجلا يبلغ من عمر 27 عاما في القلب بسبب خلاف حول 30 يورو خلال صفقة مخدرات وأقرى المحلفون بأغلبية 6 مقابل 2 أن الطعنة كانت متعمدة فيما نفأ المتهم مسؤوليتي عن الجريمة وأعرب عن غطبه من الحكم وكان قد تم القبض عليه بعد يومين من الحادثة بناء على شهادة زوجة الطحية وصائق سيارة أجرى ولذلك قدم المحامي استئنافا على الحكم وبالتالي الحكم ليس نهائي على تنمسا الثلاثاء اطلاق صراح مواطنها كريستيان فيبا من قبل سلطات النظام الإيراني قبل انكضاء مدة عقوبته وكان فيبا مدانا بتهم تتضمن التجسس لكن إدانته ألغيت بعد الاستئناف وتم تقليص مدة عقوبته وعبر المستشار قلنها معا عن ساعتته بنجاح وزارة الخارجية والصفارة النمساوية في طهران في تأمين الإفراج عنها مشيرا إلى أن الجهود جارية لترتيب عودته إلى النمسا ولم تقدم السلطات الإيرانية والنمساوية تفاصيل إضافية حول القضية بينما ذكرت وكالة إيرانية أن فيبا أفرج عنه لأسباب إنسانية كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفقراط على هواتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسي سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة